في الوقت الذي قال فيه التحالف العربي الذي تقوده السعودي أنه نفذ 132 ضربة جوية على مواقع للحوثيين في اليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية أعلنت القوات اليمنية المولية لرئيس اليمن السابق على عبدالله صالح والمتخلفة مع الحوثيين صباح لحد أعلنت موافقة على الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها السعودية الجمحة والتي من المقرار أن تبدأ ثلاثة وتستمر خمسة أيام وأتات موافقة القوات المولية لصالح للهدنة التي ستؤدي إلى تعليق الضربات الجوية المستمرة منذ أكثر من ستة أسابيع بعد ساعات على استهداف مقاتلات التحالف العسكر العربي الذي تقوده السعودية منزل رئيس السابق علي عبدالله صالح في صنعاء والذي لم يكن موجودا في منزله أثناء الغارتين في غضون ذلك قال المقاتلون الحوثيون المدعمون من إيران أنهم سيتعاملون بشكل إيجابي مع أي جهود لإنهاء معاناة الشعب اليمني في إشارة واضحة إلى أمكانية قبولهم الهدنة الإنسانية التي اقترختها الرياضة اشتركوا في القناة